وكنا نتكلم دلوقتي مع العمضة عمران على نقطة مهمة جدا وهي دعم القبائل في مطروح للدولة من أجل تحقيق التنمية في مطروح إزاي قدرت هذه القبائل في أن هي تدعم الدولة وتساند الدولة وتدعم وتساعد الدولة كمان في تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية في مطروح بكل تأكيد يعني المستفيد الأول والأخير هم قاطني هذه المنطقة هم المصريني اللي عايشين في هذه المنطقة إذن لديهم الدافع والوزع القوي جدا من مساندة الدولة في إحداث تنمية عمرانية جديدة وإحداث طفرة جديدة في ملف التنمية بشكل كبير لأنه هو المستفيد الأول سواء كان من شبكة طرق أو من شبكة كهرباء أو من مياه أو من أي جنيب يتصرف في هذه المنطقة هو المستفيد الأول والأخير فإذن يمكن إحنا ده شوفنا في عدد كبير من الملفات التنموية هناك لكن مش تقدر الدولة تتصل للعمق اللي موجوده وتشوف الرغبات ويعني طبيعة المكان احتياجاتهم الحقيقية من الممكن أنه الدولة تقول أنا عندي مجموعة عمارات على سبيل المثال هعملها في المنطقة الفلانية لا جد ولا لها لأنه هناك الطبيعة بتختلف لا تناسب متطلباتهم وتلبي رغبتهم ليه لأنه هناك في طبيعة معينة للسكن في طبيعة معينة للنشاط الاقتصادي اللي موجود فإذن دور الدولة أنها تحاول أنها ترفع من مستويات الدخول اللي موجودة عن طريق توفير فرص العمل عن طريق إيجاد أنشطة اقتصادية مستمرة طوال العام بهدف أنه يكون هو ده البديل الأفضل والأنسب والملائم بالإضافة طبعا إلى أنه نغير شكل أو مش هنغير بشكل هندي فرصة أكتر للتنمية العمرانية الجديدة أو التخطيط العمراني الحديث يعني إن كان زي ما العمضة تفضل وقال أنه لو أنا عندي بيت هكلفه بس هوصله مرافق هيكلفني فوق العشرة مليون أو هيسكن في عدد أليل من الأفراد ولكن إن كان أو قدرنا نوصل لتجمع سكني ياخد في اعتباره الطبيعة البدوية أو الطبيعة المكانية لهذا المكان وفي نفس الوقت يقدر يحقق الترجط من خلال توفير البنية التحتية بشكل ما تخدم على سبيل المثال نستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة زي الطاقة الشمسية فوق المنازل هناك أو صياغة بعض الأمور المتعلقة بتوفير المياه بشكل معين يحافظ على طبيعة المكان من جهة ويحقق الهدف من استمرارية المرافق بشكل معين إذن دور الدولة أن يتمد إيد التنمية لأبعد نقطة ممكنة على الحدود دور المجتمع المدني والأهالي أنهم يشاركوا الدولة ويشاركوا الحكومة على تنفيذ هذا المكان بشكل يتناسب مع طبيعة المكان